بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آل وصحبه ومن ونحن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق المعاد وبعض وقد وصلنا في شرح القواعد المختارة من كتاب قواعد التصوف وشواهد التعرف للإمام سيد أحمد زروق رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين قال رضي الله تعالى عنه مراعاة الشروط هذه القاعدة السادسة عشر رقم 16 مراعاة الشروط يلا شيخ محمد اقرأ مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريد يعني لمريد أو للسالب في الطريق الصوفي في شروط وهناك في أمور مشروطة يعني بشروط مراعاة الشروط في مشروطها يعني فيما اشترضت له لازم لمريده يعني لمريد الطريق الصوف مراعاة الشروط في مشروطها لازم لمريده وإلا لم يصح وجوده له وإن قام سورته وإلا لم يصح وجوده له يعني المشروب نحن قلنا لكي يتحقق المشروب فلابد من وقوع الشرق فإذا لم يراعي المريض الشرق في ما اشترقت له لم يصح وجوده يعني وجود المشروب بدون شرقه تمام كده وإن قامت سورته يعني ممكن يكون قائم في السورة لكنه في الحقيقة غير موجود وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع له ثلاث يعني هنا الذكر هو المشروب وهناك شروب للذكر فإذا لم توجد هذه الشروب يبقى لا يكون الذكر موجود وإن كان موجود في السورة في الشكل بعض الناس يجتمعون ويذكرون ويهللون لكنه ليس ذكرا وإنما هو ذكر في السورة أما الذكر الحقيقي ليس موجودا لأنه لن توجد شروبه يعني ذكر في السورة أو ذكر باللسان زي مثلا حدك مثال ما هو شرق الصلاة؟ الوضوء فممكن واحد يأتي ويكبر ويركع ويسجد في السورة هو مصلي لكن ما هو في الحقيقة فاقد لشرق الطهار وهو غير مصلي وإن كان في السورة مصليا وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع له ثلاثة؟ عند الجمع لما يكون في حلق الذكر يعني مش هذكر بينفراده بذكر مع الناس ذكر الجماعي أولها خلو الوقت خلو الوقت عن واجب أو منذوب متأكد يعني أول شرط عشان يتحقق الذكر الحقيقي خلو الوقت عن واجب أو منذوب متأكد يعني مثلا الآن حتجب صلاة المغرب فصلاة المغرب فريضة أو واجبة فحن نسيب الصلاة ونذكر ربنا لا إله إليه فهذا إيه لا يصح لأنه الوقت أصبح إيه أصبح مشغولا بواجب نوعي الصلاة فإذا تركنا الصلاة واجتمعنا على الذكر مع أنه الذكر طاعة والذكر عبادة لكن له شرط أن لا يكون أن لا تذكر الله تعالى في وقت واجب فيه فرض آخر كالصلاة مثلا أو تشييع الجنازة أو دفن الميت أو مثلا أنا عندي محاضرة أو درس أترك الطلاب وأخذ فيه الذكر والأوراق لا فيه يجب علي التدريس أو يجب علي مثلا تصحيح المفاهيم للطلاب فإذا كان الوقت انشغل بواجب يبني هنا إيه لا يصح الذكر خلو الوقت عن إيه عن واجب يعني فرض أو مندوب متأكد يعني سنة مؤكدة يعني مثلا قبل صلاة الظهر في سنة مؤكدة أو فيه ركتين قبل الصبت وركتين بعد المضرب فلا أترك السنة المؤكدة وأنشغل بالذكر الأفضل أعمله السنة أو المندوب أولها خلوك الوقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال به يعني يلزم من أنا في هذه الحالة أعمل الذكر حيحصل إخلال بالواجب أو بالمندوب كأن يسهر فينام عن الصلاة آه يعني عملين الليل كل ذكر وعبادة وتضر وبكاء واجي إيه أول ما قبل أذان الفجر له فريضة هل ده صح؟ لبهذا كله كان نفله كأنما صلاة إيه الفجر أو الصبح فريضة إن قرآن الفجر كان كأن يسهر فينام عن الصلاة أو يتثاقل فيها أي معنى يتثاقل يعني لا ينام ولكن يصلي هو إيه متثاقل صعب عليه صلي بسرعة أريد يروح إيه ينام مش مركز في الصلاة ممكن ينسى في القراءة ممكن يقرأ التشهد وهواقف أو يقرأ الفاتحة إيه جهون التثاقل فإن ينفعش لازم يكون إيه الزهن أو يفرضه فيه مبدي أو يضره بأهل يفرض يعني مثلا مش يختصر على الورد اللي هو الشيخ يزيد يعني فيه إفراد يعني ينقص وفيه تفريض تفريض يعني ينقص إفراد يعني زيادة أو يضر بأهل يعني مثلا في حاجات للبيت الأطفال يحتاجون إلى لبن إلى أكل وانشغل بالذكر والصلاة عن النبي والبكاء وترك له الأطفال جياع لا يأخلون هنا أضر بهم ممكن للطفل يمرض أو يموت فتدخل النار وأنت تذكر الله تعالى لأنك فصرت في واجه بأول حاجة من شروب الذكر خلوب الوقت يعني الوقت اللي حتذكر فيه عن واجب أو منذوب الأمر الثاني خلوه عن محرم أو مكروح يعني ما ينفعش وانت تذكر ربنا معاك آلة بتاعت موسيقى أو مزمار أو أثناء يبقى هنا يقترن الذكر محرم يعني ممكن يحد يذكر يشرب مفجرات حشيش حرام أو يعمل أشياء مكروحة يكلم في الذكر الجماعي فلازم الذكر يكون لا يقترن بحرام ولا بمكروح خلوه عن محرم أو مكروح محرم يعني زي ما يجيب النساء مع الرجال بحرام أو زي إسماع النساء وحضورهم يعني تيجي المرأة تقول إنه أنشيد أو تحبر مع الرجال زي ما بيحصل في الموالد اللي نشوفها هذه في أنت سيدنا الحسين وسيدة زين أو أو من يتقى من الأحيان يعني الأحداث يعني الغلمان المرد لأنه يحصل به فتنة زي إيه النساء أو قصد طعام أو قصد طعام لا قربة فيه أو داخلته شبهات يعني في ناس تذهب إلى مجالس الذكر لأنهم يعلمون أن فيها طعام مثل هذا بس يكون فيه لحوم وكذا فيقصد طعام تمام لا قربة فيه يعني مش هذا الطعام مصنوع من أجل الفقراء أو فيه فيه تقرب إلى الله إنما دم مصنوع للمباهاء وللخخر للمباهاء örg fix يعني هذا الطعام ما صنع من أجل القربة أو قصد طعام لا قربة فيه أو داخلته شبهة ولو قلت يعني هذا ضعام مش من حلال فيه شبه ولو كانت قليلة أو فراش محرم كحرين ونحوي يعني الفراش اللي هم يجلسون عليه محرم زي ايه يعني يجلسون على الحرير في ناس أغنياء أو بلوك يتخذون وسائد من الحرير محرم يعني حرير ده غالي جدا فيجلسون عليه الأولى يعني يطعمون المساكين والفقراء أو ذكر مساوي الناس يعني مجتمعين عشان الذكر والحضرة والتوسل وكذا وبعدين يذكر عيوب الناس في وقت الراحة أو في وقت الفاصل يتناولون الناس بالغيبة والنبيعة ومجل الذكر أو ذكر مساوي الناس أو يشتغل بالأراجيف بالأراجيف يعني الإشاعات يشتغلوا بالكلام فيه أراجيف يعني فيه فتنة المرجفون في المدينة الثالث يعني كل الشروق الأول قلوه الوقت عن واجب الثاني قلوه عن عن المحرم الثالث التزام أداء بالفكر من كونه شرعيا أو ما في معناه بحيث يكون آه يعني لما تجي تذكر لكون الذكر شرعي أو ما في معناه يعني أقرته الشريعة يعني الألفاظ المأثورة في الكتاب والسنة أو ما في معناه تمام بحيث يكون يعني الذكر بما صح يعني الوارد الصحيح مش الموضوع الضعيف والتضح يعني واضح معنى مفهوم ها وذكوه على وجه السكينة يعني يكون في ذكر الله على سكينة ما يقولش هياج وكذا ها وإن وإن مع قيام مرة وقعود وإن مع قيام مرة وقعود أخرى ممكن نذكر الله تعالى قياما وإيه وقعودا ما فيش مانا وعلى جنوبه يعني ممكن نذكر واقف أو إيه جالس يعني تذكر مع قيام مرة ومع إيه قعود أخرى لا مع رقص لا مع رقص وصياح ونحوه فإنه من فعل المجانين يعني تخبط زي ما يعمل الشياء هذا من فعل إيه المجانين كما أشار مالك الإمام مالك كما أشار الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عنهم فقال أمجانين يعني لما سئل على الناس اللي بتصيح وكذا قال أمجانين وهم دولا مجانين يعني سيدنا الإمام مالك تأمهم قال دولا مجانين وغاية كلامه مدام المنع فيه أحرى فرق المنع آه يعني كلام مالك بين على أنه المنع يعني معناه لا صح هذا 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 الشروط ليه الذكر فإذا تحققت في الذاكر كان الذكر على وجهه الصحيح يلو مراعاة شروط طلب الشيء أمر بضروري في تحسينه وبدون مراعاة لا يتحقق له موجود صحيح وإن تحققت يعني زي ما قلنا ممكن واحد يصلي في صورة صورة نصلي لكنه على غير مستقبل قبل فهو في الظاهر أو في الصورة يصلي ولكنه في الحقيقة لا يصلي وشرط الشيء خارج عن ناهيته ولكنه لازم لها لا تتحقق يعني هذه الشروط ليست هي الذكر هي خارجة عن ماهيت الذكر لكن الذكر لا يتحقق إلا بها فالمشروط لا يتحقق إلا بشرطه وتعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني ما يلزم من عدمه العدم يعني المشروط يكون معدوم في حالة وجود عدم وجود الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك تعريف الشرط يعني معنى كذا أن الذكر لا يتحقق أو لا يكون من غير شروط وإن كان يعني فهو في الصورة أو في الظاهر لا في الحقيقة شروط الذكر الجماعي دقر الشيخ الظروب ثلاثة شروط الذكر الجماعي أول واحد خلو الوقت شروط الأول خلو الوقت عما يشيله من مطلوب شرعي لم ينفعش الجمعة وصلاة الجمعة وهي مطلوب وواجف شرعي تتركها وتقعد ماسك السفحة تذكر الله ولا تصلي هذا غير جائز على جهة الوجود أو النجب المتأكد يلزم من عمل الذكر في هذا الوقت الإخلال بهذا الواجب ما وإذا عملت الذكر في هذا الوقت اللي فيه واجب أو مندوم هذا إخلال بالواجب أو بالمندوم وضرب المسنف أمثلة على ذلك كأن يصهر بسبب الانشغال بالذكر بعد صلاة العشاء فينام عن صلاة الفجر وهي واجبة أو صلاة الليل وهي مندوم يعني يسهر كثيرا في الذكر فينام يعني لا يصلي في الليل ولا يصلي الفريضة إذا كان الإنسان يضيع الواجب فهو من باب أولى للمندوم أضيع أو يستيقظ للصلاة ولكنه يكون متفاقل يعني يصلي كده متغصب يعني بغير متفاقل بحيث يؤدي الصلاة وهو في حالة من الإعياء أو الإجهاد تفكير الصلاة معه روحها وتمرتها ومن الأمثلة أيضا أن ينشغل الإنسان بهذا الدكر المطلق عن ورده المعتاد أو ينشغل بهذا الدكر فيضيء حق أهله أو يضر بهم يعني معناه في ورد معتاد يعني كلهم تحافظه وفي ورد مطلق فمن ينفعش يضيع الورد المعتاد بسبب الذكر المطلق أو ينشغل بهذا الدكر فيضيء حق الأهل يحتاجون إلى ضعام أو يضر بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهلك عليك حقا الشرط الثاني قلوه ذكب عن محرم أو مكروه يقترن به فضرب الشيخ وأمثلة لهذه المحرمات يعني لا يكون مع الذكر حرام ولا مكروه يعني ما يقترنش به فإذا كانت هناك محرمات أو مكروهات مع الذكر إذن معناه الذكر ليس موجودا إنما هو عبارة عن ذكر في الصورة وذلك كإسماع النساء وحضورهن مجالس الذكر أو حضور من يتقى من الأحداث كالغلمان المرد الأمر الذي لا شعر له لم ينبت فيه شعر لأنه يكون ذلك مثارا للفتنة والوقوع في الإغراء في حبائل الشيطان أو يقصد حضور مجالس الذكر من أجل الطعام ترجد أماكن زحمة لي عشان فيه طعام وفيه نفحة إنما لو فيه ذكر مفهوش طعام ترجع الحدد خليل ومعظم الناس الموجودين عشان الأكل ولا يكون هذا الطعام على وجه الكوبة هو أصلا الذي قاصد الطعام ليس قاصد الذكر والذي يعمل الطعام ليس عامله لله ليس على وجه القربة وإنما من أجل التفاخر والرياء أو أن يكون الطعام دخلت فيه الشبهة يعني ما المجموع بطريقة غير شرعية أو تكون الفرش والبط الفرش أو تكون الفرش والبط والبصط جامع بصار الفرش جامع فراش مش كده وفرش مرفوع والبصط جامع بصار التي يجلس عليها الذاكرون محرمة يعني معناها نسرق حصير أو سجاد ونفرش عشان نشفر عليه تبدأ حرام والديباج برضو حرام أو أن مجالس الذكر تجتمل على ذكر مساوئ العباد وحديث الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض أو تجتمل على الانشغال بالأراجيف يعني الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات المغرضة الشرط الثالث شرط الثالث أن يكون الذكر تراعى فيه الآداب من قوله شرعيا أو ما في معناه بحيث يكون صحيحا واضحا فعلوه السكينة والوقاع سواء كان من قيام أو قوله يعني مش مهم يكون الذكر قيام ممكن يكون قيام وقعود الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله كان يذكر الله على كل أحيانه يعني في جميع الأحوال وأن يخلوه من الرقص والصياح والصراخ فإنه من فعل مجانين كما أشار الإمام مالك رضي الله عنه فقد جاء فيه تطيب النذارك للقاضعيات قال المسيبي المسيبي محمد بن اسحاق بينما كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أحلي نصيلين يا أبا عبد الله واحساء الإمام مالك قال يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا يعني أول ما تأتي الماء إذا أكل كثير ثم يأخذون في القصايا يقولوا إن شاء ثم يقومون فيرقصون فقال مالك أصبيان هم يعني هذا لا يفعله إلا الصبيان العيال الصغيرة قال لا قال أمجانين هم قالوا لا قوم مشايخ يعني وغير عقلاء وغير ذلك عقلاء تمام قال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا قال الرجل بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب ويلقم بعضهم بعضا كده كمان فضحك مالك الإمام مالك لما وصف له ما شافش الصورة هذه ضحك ثم قام فدخل منزلا ضحك ساب الدرس ورح دخل المنزل فقال أصحاب مالك للرجل اللي هو السائل لقد كنت يا هذا مشؤوما على صاحبنا لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم مجلس الإمام مالك كان مجلس وقال مجلس ما ضحك إلا هذا الرجل اللي قال له هذه الحكاية إلا أنت كنت مشؤوم يعني أن خليت الرجل ضعك ولا يضحك والذي يفهم من كلام الإمام مالك رضي الله عنه كما قال شيخ مطلوب الاستخباه الاستخباه لهذا الصلاح والصراح في الذكر بوجه يكون المنع فيه أخرى هذا ومن الشروط الواجبة للذكر الطهارة يعني مثلا الشروط اللي قالها الشيخ مطلوب دي بعضها مش كلها من الشروط الواجبة للذكر الطهارة الطهارة حسية ومعنوية فالحسية ترفع الحدث الوصد وإزالة الخبث والمعنوية التوبة النصوح من جميع المعاثي الظاهرة والباطنة ومن أهم الشروط يعني فيه طهارة للذكر حسية عن إزالة الحدث الأكبر والأصغر وفيه طهارة معنوية للتوبة من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة ومن أهم شروط الكسب الحلال والتلقين والتلقين وهو ثلاثة أصناف تلقين اللفظ وهذا متعلقه اللسان قال الشيخ الأكبر أكبر سبب لعدم وجود ثمرات الذكر لحنهم في الأسماء الحسنان آه يعني كمان في شروط أخرى أنك تنطق اللفظ نطق صحيح يعني لا تلحن كان في بعض الناس قلت لا إله إله بخطأ إلا الله يعني دا كله لحن لازم يؤدي اللفظ بإيه يعني مثلا إيه قل لا إله إلا الله إلا الله مش إلا الله يضيع اله قل إلا الله يعني قل كده كان يقول بدل الله 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 من جاره يبقى كده لم يذكر الله فلوحد جاء يصلي وقال الله أكبر الله أكبر من عقدت تكبيرة الإحرام الله فين الهاء هذه التكبيرة كأنه لم يدخل في الصلاة لازم تكون إليه الهاء ففيه يقول لك إلا الله إلا الله إلا الله هو ضاعة الهاء يبقى إذن من غيرها يبدأ مش لفظ الجنة والهاء هو أهم شيء ده أهم حرف هو الهاء الإضاء يعني لو ضيع الألف مثلا لله إنما يضيع الهاء يبقى كده ما فيش لفظ الجلال لفظ الجلالة كله أساسه الهاء لأنه مثلا لو شلت الألف حتمى لله ولو شلت اللام حتمى له ولو شلت اللام التاني حتمى هو هو الله فهو ضيع أهم شيء لأنه الهاء دالة على الذات على الهوية أما اللامان دالتان على الصفات يبقى أهم حاجة في لفظ الجلالة ليس اللام الهاء لأنه الهاء دالة على الذات قل هو الله أحد أما اللام واللام دالة على إيه؟ على الصفات تلقين المعنى نتعلقه العقل ومن الأخطاء التي يسمع يعني إيه معنى الإنسان عندما يلقن اللفظ يعني يتكن يقول اللفظ باللسان يعني مثلا عندك فيه مد مثلا فيه مثلا إيه أداب أو شروط في الألفاظ لو مرعتهاش بالذكر خطأ ولا يقع به الثواب ليه؟ إيه بعض الناس يقول لك إيه؟ لا إلهاء إلهاء يبقى كأنه إيه؟ كأنك بتنفي إلهيا مش إله واحد يعني لو مدلها زيادة يبقى بيقى إلهاء يعني كأنه قلت لا إلهاني إنما إيه؟ ما نفتش إيه؟ نفتش إله واحد غيره هذا شرك لأنك إيه؟ نفت المثنى اللام هنا نافية للجنس ما فيش أي إله لا واحد ولا اثنين يعني نقول لا رجلين في الدار يعني معنى بتنفي إيه؟ لإثنين لكن لم تنفي الواحد فيقول لك لا إلهاء نسمحها كثير عشان إلح عشان التلحين وساعات يجي بياء زيادة إيه إلا الله وساعات يحزي في الإيه؟ إلهاء إلا الله إلا الله إلا الله فين إلهاء؟ ما فيش والتكبير برضو يعني كتاب اللي هو بتاع اسمه بتاع الشيخ الحامدي اللي هو اسمه شمس التحقير جايب الشروط والأخطاء التي تقع في الذكر ومعظم الناس يذكرون أذكار خطأ فلازم يتلقن اللفظ من الشيخ عشان يعرف أنه ضبط ولازم يفهم المعنى بعقله تلقين المعنى ثانيا تلقين المعنى متعلقه العقل ومن الأخطاء التي يصنعها الناس ذكر اللفظ بجهد المعنى يعني يذكر اللفظ من غير ما يفهم المعنى وهذا لا يجوز إلا في القرآن ليه؟ لأن القرآن متعبد بتلاوته يعني لو قرأت القرآن تثاب ولو لم تفهم المعنى إنما الذكر لا يبقى التعبد في القرآن فقط لأن القرآن متعبد بتلاوته أما غير القرآن لا وذلك أنا وجدت بعض الناس السلفية يجي بعد صلاة الصبح خاصة مع الطلاب في سكن الطلبة وروح يجيب رياض الصالحين ويقرأ حديث أو اتنين بس من غير شرح ومن غير أي شيء هل الأحاديث أو السنة متعبد بها ذي القرآن؟ لا لا يشرح فسأ هو ما يعرفش يشرح أصلا فيعمل إيه؟ يقرأ يقرأ الحديث قراءة الحديث ليس قرآن أما بدل ما تقرأ حديث من رياض الصالحين أو كلام من كتاب اقرأ قرآن اقرأ سورة قرآن لا يقرأش قرآن يقرأ إيه؟ الحديث ولا يفهم معنى الحديث فقراءة الحديث غير متعبد بتلاوتها لأن الحديث يجوز رواياته وبالإيه؟ بالمعنى يعني غير القرآن في الذكر أو في الحديث لازم تفهم المعنى يبقى معناها لو أنك ذكرت من غير ما تفهم المعنى لا تثاب أما في القرآن تثاب ولو لم تفهم المعنى لأن ما سوى القرآن غير متعبد بتلاوته وغير ثاب على قراءته إلا إذا فهم معناه ثالثا التلقين المتعلق بالروح المتعلق التلقين المتعلق بالروح ها جايزا في تلقين لفظ في تلقين معنى في تلقين متعلق هذا لا يتأتى إلا بأسراك يقول لي إيه بأهل يعني فإذا شو نختم فإذا اعلم أن الذكر من العبادات المطلقة التي لا يفيدها زمان يجي واحد يقول لك يا أخي الذكر مطلق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ليه أنت يعني بلك لا هو مش مقيد الذكر بزمان ولا مكان في أي مكان تبسئه بشروع يعني إذا تعرضت العبادات خلت بالك يا قاعدة إذا تعرضت العباد العبادات المطلقة مع عبادات مع عبادات مقيدة بزمان يعني في عبادة مطلقة وفي عبادة في زمن معين وقد حان زمان المقيدة تترك المطلقة ويشتغل بالمقيدة ليه؟ لأن الصوفي كما قالوا ابن وقته يعني انظر لل لأنه في عبادات في حق أو واجب في الوقت هذا لا يجوز تأخيره لأنه إذا ذهب مش هينفع في وقت آخر وفي حق للوقت يبقى في حق فيه في واجبات في الأوقات وفي واجبات للأوقات هذا والاجتماع على ذكر الله إذا تحققت شروطه وكان على وجهه الصحيح فإن ذلك من أفضل القربات يبقى الذكر يكون من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات إذا تحققت الشروط والله تعالى أعلم